السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصديقائي وصديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص المسترسل صديقنا الوفي من مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي إذن اليوم سنخصص هذا الفيديو لدراسة الجزء الأول من هذا النص المسترسل إذن سنقرأ الجزء الأول بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة المرفقة لهذا الجزء هل تصدقونني؟ يا أصدقائي إذا قلت لكم إنني أصغر غني في العالم كله وعدد أصدقائي زهاء مليار صديقين منهم العربي والإفريقي والأسياوي والأوروبي والأمريكي والأسترالي وأتكلم معهم بلغاتهم المختلفة العربية والصينية والإنجليزية والإسبانية والهندية والفرنسية والهولندية وليس لي من الأعداء أحد فكل الكبار والصغار يحبونني ويرغبون في زيارتي بين الحين والآخر كما يطلبون صدقتي طبعا لن تصدقوا كلامي كله فقد أكون فعلا أصغر غني لكن أن أتخذ هذا الكم الهائل من الأصدقاء ولا يوجد بينهم من يعاديني فهذا من الأمور التي لا يصدقها العقل أما أنا فأصدقها وسأقدم لكم الدليل على أن قصتي صادقة ليس فيها شيء من الخيال أو المبالغة لهذا سأحكيها من الألف إلى الياء كي تثقوا بي وتزوروني متى شئتم وأينما كنتم فأنا حاضر في كل مكان وفي كل زمان والآن يا أصدقائي دعوا مختارعي يعرفكم بنفسه إذن هذا هو الجزء الأول إذن بداية الجزء الأول بداية مشوقة بداية يعني تميزت بطابع التشويق إذن نمر الآن إلى دراسة المقطع الأول إذن لنبدأ مع السؤال الأول من فقرة أتذكر أقدم لأصدقائي ملخصا شفهيا لما تعرفته في دراسة النص الوظيف من ثورات علمية وصناعية إذن ما تعرفناه من خلال النص الوظيف الأول يعتبر التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل ثورة صناعية ثالثة بعد الثورة الصناعية الأولى التي تميزت باختراع الآلة البخارية والسكة الحديدية والثورة الصناعية الثانية التي اعتمدت على استغلال الكهرباء والبترول يعني هذه المعلومات فهي مقتبسة من النص الوظيف الأول نمر الآن إلى أسئلة أفهم السؤال الأول كم عدد أصدقاء السارد؟ وهل صحيح أن يبلغ الأصدقاء هذا العدد؟ إذن يبلغ عدد أصدقاء السارد زهاء مليار صديقين إذن بطبيعة الحال لا يمكن أن يبلغ الأصدقاء هذا العدد إذن لا يمكن لشخص منه مثلا أن يكون عنده مليار صديق ما اللغات التي يتحدث بها السارد؟ وهل تصدق بأنه يتكلم بكل هذه اللغات؟ إذن جاء في النص بأن السارد يتكلم لغات جميع أصدقائه كالعربية والصينية والإنجليزية والإسبانية والهندية والفرنسية والهولندية إذا لاحظوا معي فهو يملك زهاء مليار صديق هل يعقل بأن يتكلم جميع اللغات أصدقائه؟ إذن طبعا لا يمكن تصدق أن السارد يمكنه تكلم جميع هذه اللغات إذن جاء في النص كذلك بأن السارد يوجد في كل زمان ومكان ولا يمكن بطبيعة الحال للإنسان أن يتواجد في كل زمان ومكان مثلا أنا هنا في المغرب هل يمكن أن أتواجد بأمريكا؟ أو أن أتواجد بالهند؟ أو هل يمكن مثلا أن أكون في الأمس وفي اليوم وفي الغد؟ إذن هذه الأشياء لا تعقل إذن لذلك فجزء الأول من هذا النص المسترسل يعني يغلب عليه طابع التشويق وطابع ذكر الأحداث الغريبة والمشوقة في نفس الوقت نمر الآن إلى أحلل أختار إحدى الإجابات الآتية بدأ السارد القصة بذكر خبر غريب يعني أنه يملك زهاء مليار صديق لماذا؟ ألف لتشويق القارئ وشده إلى القصة من بدايتها لأن ما يسرده حقيقة لا خيال فيه لأن ما يسرده خيالي لا علاقة له بالواقع إذن بطبيعة الحال لتشويق القارئ وشده إلى القصة من بدايتها إلى نهايتها السؤال موالي السؤال الثاني أبحث في بداية القصة عن الأفعال التي استعملها السارد بكترة أهي المضارع أم الماضي أو الأمر وأبين دلالة هذا الفعل على حيوية الأحداث إذن الأفعال المستعملة بكترة في بداية المقطع هي أفعال مضارعة لماذا؟ إذن استعمل السارد والأفعال لإضفاء صفات الحيوية والواقعية على الأحداث إذن لإضفاء صفات الحيوية والواقعية على الأحداث أحدد الضميرين الذين استعملوا في سرد وقائع هذا المقطع في الآتي هل الضمائر المستعملة ضمير المتكلم والغائب؟ ضمير المتكلم والمخاطبين أو ضمير الغائب والمخاطبين؟ إذن فهو يتكلم ضمير المتكلم ويخاطب القارئين إذن فهو الضمائر المستعملة في هذا المقطع ضمير المتكلم والمخاطبين أركب السؤال الأخير ألخص المقطع الأول في خمس جمل إذن سأقترح عليكم هذا التلخيص بدأ السارد المقطع الأول بذكر أخبار غريبة ومشوقة عن عدد أصدقائه والذي يبلغ عددهم قرابة مليار صديق وأنه بإمكانه تحدث جميع اللغات وكذلك الحضور في كل زمان ومكان إذن سنتعرف في باقي المقاطع من هو هذا الشخص أو من هو مخترع هذا الشيء الذي يملك مليار صديق ويتحدث جميع اللغات ويوجد في كل زمان ومكان إذن موعدنا يتجدد في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى لدراسة المقطع الثاني دائما على نفس القناة كونوا في الموعد إلى اللقاء